وفاة قائد صالح الله رحمه الله ما شح تغير شيء بالنسبة للمشروع الأحرار قلنا أنه حتى لو يروح قائد الأركان ويروح اللي يجي بعده ولي يجي من بعده كي قائمة طويلة الحمد لله تعرجال راهي صهرة الرجال حملت الأمانة ويحملها إلى آخر جندي هذا باش نقطع الطريق على كل تأويلات بالتأكيد أنك من شفت أولاد الحرام حيشاكم ينشروا في الفتن حتى في موتوا ويقولوا للناس أنه قائد الأركان مات مقتول يعني يحترموش حتى قدر الله سبحانه يتأول على ربي سبحانه قائد الأركان مات مقتول يقولوا هذا ينشروا البلبلة والشك والناس خايفة وسرع في الجيش لازم تعرفوا أنه ما كان ولا شيء من هذا القبيل الحمد لله لازم تعرفوا أنه هؤلاء الخوانة بكل أطيافهم اللي جندهم الانفصاليين الفرنقوصوهيونيين اللي معروفين الآن ما هم شرحين يدهنوا ما هم شرحين يحبسوا حتى يشعلوا جحين بأتم معنى الكلمة جحين يسمح لهم بشي يبصروا الأهداف منتعهم لكن هاي هات بركان تعاملوا معهم هذا الإرهابيين لأنهم إرهابيين باللغة اللي يفهموها هم ولرهم وراهم فخلاص يعني ما تحملوش همهم يعني خلاص هادورا وجاي وقتهم كذلك جنس من الشياطين اللي لبسوا لباس المثقف الملائكي منذ بداية الحراك منهم حقوقيين راحوا داروا في الجامعات من أول يوم خاصة الموجودة في منطقة القبائل باش ينشروا السمو منتعهم ويجندوا الطلبة ويوقفوهم في مشروعهم يكذبوا عليهم يسبوا في الجيش يسبوا في الجزائر يطعنوا في الرجال وراحوا مؤخرا لوهران باش ينقلوا المعركة التماك لأنها فعلا معركة فعلا معركة لكن الحمد لله تحوزوا محاوزة الكلاب حاشاك ما كانش غير هذا فقط يعني كان منهم الكثير ولما نعرف كذلك أن شخص شخص كان في التسعينات واقف في نفس الصف مع أصحاب أصحابه وحبابه تعدموقعاتية اللائكية كانت تهتف النزار وضباط فرنسا وكانوا يشعلوا في النيران في ذلك الوقت هذا الشخص هذا هو في الحقيقة إسلاموي من حزب إسلاموي معروف راح يشتكي بإعاز الجيش الوطني الشعبي ويبكي لرئيس دولة طعمه باش يديش كارا طعمه بشو يقفوا معاه حاسبين ما نعرفوش يعني كيفاش كيفاش روي يدير يعني راكم تشوفوا الآن كيفاش تتعامل بعض الناس اللي ما خلاتش الخيانة حدود مع جيشها مع شعبها السقاطة من هذا النوع ما كاش ما كاش يعني أنزل منها ما كاش كانوا بالراحين يبوت في اللقاء بكريب الأمس كانوا يديوا شكارا كانوا يديوا المناصب لكن لما قلنا لهم خلاص وقفوا ضد الأحرار وقفوا ضد الجيش ورحوا يشتكيوا اللهم فضح المشروع عندهم وبانوا كلهم يأكلوا السحة في فرنسا نعم يأكلوا السحة من يد فرنسا يدعي والعفة والنزهة وغير ذلك وفي الحقيقة هما أشد هما أشد للأعداء جاء الوقت اللي رح نيخلصوا فيه ثمان الخيانات انتاهم والتآمر عن الشعب وبالنسبة للناس اللي راه مغلطة وتبع فيهم نتمنى أن يتراجعوا تراجع حساباتها لأنه باش تكون عاميل ما لازمش تمضي عليها فقط وتاخد عليها مقابل باش تكون عاميل يكفي أنك تمشي في منهاج العمالة وانت مغمض عينيك مسلم عقلك لعاميل خالص بدون مقابل تخليه يمشيك وهذه هي الحماقة والغاباء بعينهم واحد يخرب بيته وبيده وهو مسحور مسحور بكلمة دجال هنا وهناك ويتبع فيهم كيه هذك اللي ضربوا حمر الليل حنا مرناش منزومين باش ننقروا في مكان كل واحد حنا رننا منزومين باش نقولوا الحقيقة كل الحقيقة المواطنين باش نبنيوا جسور الثقة وكنا من أول يوم التاريخ يشهد رب يسبحانه قبل يشهد كنا صراحاء وقلنا هاي لك وشكاين هاي لك بلادنا هاو ملك الأعداء هاو لك الطريق كل واحد يخير طريقه كل واحد يعرف نره رايح ويفكر قبل كل شيء لأنه رايح رايح يلقى ملاه وحده يلقى ملاه وحده يلقى ملاه وحده ما راحش يوقف معاه الدجالين هادو اللي راهم في لندن وباريس ما راحش توقف معاه أمه ولا باباه راح وحده يواجه الأقوال والأفعال وهذا ما صرنا كلنا هذا ما صرنا نرحي رحي نتحاسب نتحاسب على الأمان اللي يعطاهنا الله سبحانه وتعالى ما كانش فيها خليه تدخلى ما كانش فيها خليه تختيراصي حتى لو تقول تختيراصي راحك راح تتحاسب لأنك سكت على الحق والحق الآن راه باين راه باين قبل تحرك الأحرار ما كانش عندنا وطن كانت عندنا أرض عليها وصاية كانت عندنا أرض محطوطة عليها يد فرنسا وباش توقع يد فرنسا على الأرض هذية دارونا جحيم في التسعينات باش جيلي استقلال مايرفدش راسو انسوا باللي كاين في الجيش أشبال انسوا باللي كاين في الجيش الرجال ولاج مداهدين ولاد مجاهدين ولاد شهداء ولاد أحرار يحبوا البلاد انسوا هادش دارو حساب الكلش ما داروش حساب الله ربي سبحانه أنه عنده رجال انتاعوا عنده المخلصين انتاعوا ما داروش حساب لهادو فرجال هادو قلبوا الطابلاليها قلبوا الطابلاليها لأنه من زمان فرنسا ترمي العظم في افريقيا وتدي لها براه نكشفت الأمور الآن محاوزناها رانا نحاوزوا فيها شر محاوزة الحقيقة أنه الصراع بيننا وبينها أروا كبير جدا مع أنه خافي وراح يروح لتصعيد ويخرج للعالم لكن الصراع موجود لأنه صراع بقاء اليوم في فرنسا تشوفوا وش تصير في بلدها راه تدفع ثمن تدفع ثمن قرار الرجال بطردها بشكل عنيف من أرض الشهداء المعادن النادرة والذهب والكاكاو في ساحل العاج والبيترول والغاز في ليبيا واليورانيوم في النيجر واذهب في المالي كل شيء هذا تدفع باطل كل ثارواد أفريقية تدفع باطل باطلنا عنها لكن الزمن تغير الزمن تغير وليما فهمش هذا الشيء بالملاحة راح يفهموا بالقباح هذا ما كان في نفس هذا الإطار نقول أنه أمن الجزائر والجزائريين هو أول أولياء أوليوياتنا ما نسمحوش فيه ما نسمحوش فيه لا عن قريب ولا عن بعيد ونقول أنه جوار الجزائريين جوار الجزائر شأن جزائري خاص 100% يعني جيراننا ليبيا تونس المالي النيجر موريطانيا الصحراء الغربية المغرب هذا جيراننا شأنهم شأننا شأنهم يعنينا اللي ما عندوش حدود مع جيراننا ما عندوش الحق باش يكون هناك ولا في تدخل بأي طريقة كانت في الشغل نتعوه ما عندوش الحق اللي ما عندوش حدود برية مع جيراننا ما عندوش الحق يكون هناك لأنهم رأي من تنمك باش ينشروا الإرهاب باش ينشروا البلبلة باش يزعزعوا المنطقة باش هما يكملوا في السياسة نتعهم القديمة نتع فرق ستتسد خليهم جماعات خليهم فئات قبيلي يضرب عربي شاوي يضرب صحراوي امزابي يضرب شمالي خليهم هكذا يكلوا بعضهم باش ياتقعد تجي كما جلاب يجري في واحد الوقت لعنة الله عليه كما جا هو يقولكم الإسلام بتاعكم باش يملح إسلام بتاعكم تعلال البربريين أنا نجيب لكم حب الرب باش هكذا تتحبوا ننصر بناتكم الحب ننساوه شو نكون احنا فنقول لهم الآن أن الشأن أنت عجيرانا شأن أي وجود لقوة خارجية ما عندهاش حدود مع جيرانا ما ستعرفوش بها نقطة إلى السطر كاين باش نرجع إلى موضوع آخر اللي هم من احنا كاين حداث ربي سبحانه هو ليقدرها توجد في حياة محطات مصيرية يفرضها علينا القدر وبالرغم من صعوبتها بالرغم من صعوبتها وقساوتها في بعض الأحيان إلا أنها تجعلنا نتفطن نفيقه لما هو أهم في الحياة واشنوها مهم وتخلينا ننساو كل الخلافات ونتحداو العواقب وننجزو المستحيل ايه نعم المستحيل ايه يد وحده ما تصفق قالوا هنس بكر الله رحمه ولكن لما نتخلاو على الخلافة نتعنا وننساوها ونتحدو ننجزو المستحيل وننجحو ونسلكو من جهة أخرى هذه المحطة هذه اللي هي مصيرية يترفع فيها الحجاب باش نكتشفوا الخوانة واحد واحد ونعرفوا اللي هو معنا واللي هو ضدنا ورانا عرفناهم عرفناهم جاء وقت باش نسألوا نفسنا كيفاش رانا رايح حابين وين رانا رايحين وكيفاش رانا حابين يتذكرنا التاريخ كيفاش حابين يذكرون أولادنا بعدنا أحفادنا بعدنا لأجيال القادمة بعدنا هلا رايكم حابين يذكرون كما احنا رانا نذكروا اليوم العربي من مهيدي وعميروش وزابان الله يرحمهم ولا حابين يذكرون كما رانا نذكروا اليوم بالونيس وباشر والعربي بالخير وتوفيق الملعونين هذا كيفاش رانا حابين يتذكرون أولادنا من بعدنا الدنيا قسيرة شوفوا ورا توفيق ورا بوتفليقة ورا فلان ورا فلان ما كانش فيه شخص معجيزة ما كانش فيه شخص معجيزة راح يغيرنا بين عجشية وضوحة ويبدل الجزيرة الجاخير ما كانش حلول سهلة للمكشات من تعالى ما كانش وما كانش حلول سريعة ما كانش نصف حلول كذلك بوتفليقة الملعون خلال الحالة وين تمسها تكوي هذه الحقيقة خلال الجزائر وين تمسها تكوي وراه محتاج الجزائر اليوم إلى بناء شامل من داره جديد يبدأ من بناء الجزائر نفسه وباش نحقه هذا الشيء كان طريق واحد آمن يوصل البر الآمن هذا الطريق هو طريق الطريق الاتحاد طريق الثقة طريق الحب ثقة في الرجال اللي رهم الحمد لله برهنوا ورامي برهنوا كل يوم على حسن نياتهم على حبهم للوطن على استعدادهم للتضحية لازم نشمروا على سواعدنا كل ناس صغير وكبير مراه ورجل بلا ما نتكلموا